السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم ما تنسوا الشاكوا في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة وعلى التعاليق بسم الله انا عندي هنا يوحل الاناء اللي غدي ندير فيه ربعات الكؤوس ديال الدقيق عندي هنا الدقيق الابيض اللي كيكون من النوعية جيدة وغدي نضيف عليه الخميرة حسب الجو قدر هنا واحد المعلقة وكندير الملح حسب الطوق وكندير رس المعلقة ديال سكوة سانيدة او كندير العسل وهنا كندير واحد نص معلقة ديال سودانية واربع كاس ديال زبدة مدوبة واحد المعلقة كبيرة ديال زبدة اللي دوبتها صافي وكنعجين بالمدافي كنجمعوه بحلقة باللما حتى كنت تولي العجينة عندنا مجموعة ما تكونش قاصحة وما تكونش هكا مطلقة بالسك بالسيف صافي كنجمع العجينة هكا بالتدريج كنخوي الماء بالتدريج شوية شوية هنا رهزت معايا مية وخمسين مليليتر ديال الماء صافي هنا غادي نجمع العجينة وغادي نحطها فوق طاولة العمل باش ندلكها شوية غير شوية واحد ثلاثة دقيق بحلقة كله واربعا دقيق حتى كنت تخلط لنا هكا العناصر وكنت ديها ونجيبها شوية صافي العجينة ديالنا هيا ارتاحت وكنجمعها غادي نرجعها كال لقينا افش عجينتها كندهنب شوية ديت زيت من الفوق صافي وكنغطيها وكنخليه حتى كيتضاعف الحجم دياله وكنتختامر نحطها لجن وكنجيب هنا يا عندي صدر ديالتجاج انا عندي هنا يا صدر انص ديالتجاجة انتو ما كتدروا الكيمية اللي اللي كتزقدكم وعلى حسب افراد العائلة وكنقدروا ما نديروا منه بلاش ما يمي إلي ما كانش ماشي مشكيل نقدروا نديروا غير هاد الحشوية اللي غادي نوريكم هاها كافية اللي متوفر عندنا بهكا متوفر عندنا ديالتجاج او ديال لداند او بهكا ديال الحمل احمر او ما كيناش يعني هاد هاد الكيش شراء هكا تجي باش ما بغيتوا تديروها باش ما عمرتوها صافي هنا يا بعد ما قطعت بحال هكا قطعتوا شرائح شوية طوال كنديرو فوحة المقلب كندير شوية ديالزيت البلدية او زيت السيتون او نديرو الزيت نباتية على حسب المتوفر عندنا شوية الملحة شوية ديالفلفل اسود او خلال شوية ديالفلفل اسود او البزار شوية ديالسكنشبير عفوه النهات حمارة او البابريكا وكنديرو حال معلقة ديالالخردل كندير شوية دساطر سوف نخلطها و نضعها على جنب حتى يتشرب مزيان نضعها على جنب حتى يتشرب لنا ججهة تسبيلة سوف نضعها فوق البوطة يتشحر على عافية مهيلة و هنا يدرت أحد الحبادي للوصلة سوف نستفد من هذه الهاشوار لأنها تنفعنا في رمضان تكون لدينا نشقة هكا و هكا يعني هذه عملية بحل هكا اللي ما عندهاش و بغتشريها ما تخافش منها تاخدها لأنها رها عملية و تنفعنا بحل هكا ضغية توجد لنا بحل هكا الخضار حاجة البنات هي اللي ما اتتحنوها شفيها أنا عادي ندير فيها هنا يا خيزو حاجة إلا الحم الحمر ما اتتحنوش فيها الحم الحمر راكي هلكها يعني بغيتوا اتتحنو فيها هكا راكا تبقى عندكم كتدي لكم واحدة المدة طويلة أما لدرتوا فيها الحم الحمر فاتلي أنا كانت عندي وحدة أخرى و درتت فيها الحم الحمر سوف يو خسرات خسر لي الموتور بحل هكا الخضار ها دي را عندي دبشي تلسنين ما شاء الله كنخدم بيها انتو مشحتو كيفاش كتقطع الخضار كيفاش كتهرمشها و بلا ما تبقى يتحقيها كف الحكاكة و لا صافي هالقرعة حتى هي درجو جوج حبات ديو القرعة و جوج حبات ديو خيزو واحد الحبة كبيرة ديو البصلة كبيرة شوية صافي كندل زيت البلدية أو زيت السيتون غدي نتبل كندير شوية ديو الملحة حسب الطوق فلفل أسود أو لبزار الكوركم أو الخرقوم البلدي سكنجبير و كندير هنا رسل مع القدية التومة بودرة و كندير البابريكا أو التحميرة كندير شوية ديو الزيتون هاد الزيتون البنات ربعا ما كنجيبو هاكا كنديرو في المطيب يعني كنغسلوها كف المطيب مزيان كنغليها كف المطيب و كنخلي حتى كينشف و كندهنو بزيسرا كيبقى معايا حتى حتى شهر كيبقى في اللاجة ما تيخسر موالو كنديرو حدل شوية ديو الهريسة صافي و غدي نخلط عنا بعد ما طابلنا هاكا الجيش خلينا كيتشحر على عفية مهيلة حتى كينشف تماما لأن في اللول كيطلق الموال كيندبرها نشف صافي غدي نحط المقلة و نخليها حتى هي كتشحر بعد ما كتبدأ تشحر هاكا تقلال الخضرة ما كتبقاش هاكا كتيرة كنخلطوها مزيان هي كتشحر و احنا كنخلطوها هاكا حتى كتنشف لنا الخضيرة بحالها هاكا و كتطيب كتنزل ثم شفتوا معايا هي دبا نشفات صافي غدي نحطها على جين بتبرد جبت هنا تلاسات الحبات ديو البيض غدي نضيف عليهم واحد جمعة القصوار ديال الحليب صافي و كنخلطوهم زيان كنحطوهم على جين كنوجدو هاكا كنحطوهم صافي هنا جبت العجينة ديالنا بعد ما اضطاع في الحجم ديالها ثم شفتوا معايا غدي نحطها فوق طاولة العمل صافي غدي نجمع العجينة و نحيد منها ديك الهواء اللي فيها صافي دبا غدي نقسمها غدي ندير كويرة كبيرة و كويرة صغيرة غدي ندير وحدة كبيرة هنتو ما شفتوا معايا و كندير وحدة صغيرة صغيرة كنحطها على جين و الكبيرة هي اللي غدي نخدم بها اللولة انا غدي نضيف شوية ديالتقيق صافي و كندير المدلك باش كنسرحها كنسرحها مزيان حتى كترقاق لان نسرحها لبنات باش ما تجيش غليضة يلا جات غليضة هاد اللي بقطرة ما تجيش سوينة ضروري تسرحوها رقيقة نزيد ما زال نسرحها صافي هنا يا غدي نجيب الصينية اللي قد دخل فران انا عندي هاد صينية الـ 28 ديال 28 سنتيم صافي كنسرح في هكا العجينة العجينة دينا رقبتها في راسها و لكن راهي يرطبها و كان بدن نضغط الوسط و الجوانب حل هكا كان نضغط عليها الوسط و الجوانب كان حييد هاد الزائد صافي كنجمعوها هكا في الجنب و كان بدن نضغط عليها و كان قرس كان عمر دوك الجوانب حلاكة دوك اللي صافي غدي نسرح الورا كان دهن هكا بالدقيق و كان ديلا هنايا بحل هكا فوقها القرادة دي للعود باش كسب قلينا هكا الفوق ديالها غدي نقلبوها بيها بعد ما كان سرحها صافي كنحطها لجن و كان ارجع بحل هكا القالب اللي درنا صافي كنتقبوها كبشوكة و غدي نضيف هناي الحشوة بعد ما بردات مزيان ما تديرو هاش سخونة لبناس ديرو حتى كتبرد كندير هكا ستر ديال الجيش و كان ضيف شوية من الفوق و كان ضيف هناي البيض كان وزعوه و غدي نضيف الجبن ديال الموزاريلا كنضيفوها للكيميا لبأسه بها و غدي نرجع بحل هكا كنسرح هاد لابات كنقلبها و كنسرحها بحل هكا كنزيد مقاد و كنسد هكا الجوانيب ضروري نسدو الجوانيب هكا بصبعنا هاد تشنف كلو اللي كان بحل هكا في القالب كنسدوه بصبع بحل هكا كنضغطو عليه باش ما تحلش و كنديرو حد الكيردو بحل هكا و حد العود كنتقب كنديرو كتقيبت باش بكتنزفخش لنا بحل هكا صافي و كندهن بسفار ديالبيضة اللي زد فيه شوية ديال الخل والفران ديالنا كيسخون على ميتين دراجة كنضيف شوية ديال بحل هكا شوية ديال الجبن و كندخلوها الفران خدت معنا هنا يا خمسة و عشرين دقيقة عبعد ما كندخلوها الفران كتكون العفية على ميتين دراجة ولكن احنا كنقلبوها كنخلوها ميوتمانين دراجة باش كنطبع لخاطرها كنتم شفتو معي رهي محمرة من داخل ديالها وهنتم شفتو هاد اللي كيش اللي كتجي رائع و كتجي عالي بحل هكا و غد نقطع معاكم باش شوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي عامرة و كتجي لديدة و كتجي رائع و غير جربوها و رضو عليها في التعاليق حنتم شفتو كيفاش كتجي و ما تنسوش إلا عجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة و تضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد و لك اكملتوا الفيديو ما تنسوش ليه لايك اللي يجازيكم بخير بعد ما كتفرجوا في الفيديو دينوا و حد الله كالله يجازيكم بخير و غد نقول لكم صحة و راحة و جربوها و رضو عليها و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته